الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي في الحقيقة دي هنستعلق لكم البيان بتاع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع في معدلات التضخم وأهم البنود اللي ارتفعت ونربطها بقصة أسعار الفايدة وإيه اللي هيعمله البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم وهنعرف كده تعريفات بسيطة حوالين الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتضخم الأساسي اللي بيصدره البنك المركزي المصري وهل ممكن البنك المركزي في الاجتماع القادم اللي هو يوم 19 مايو يحرك أسعار الفايدة خلال الاجتماع دو ولو حرك أسعار الفايدة هل البنوك المصري هتحرك أسعار الفايدة؟ تعالوا معنا نتكلم على كل التفاصيل فنذكر حضراتكو اللي ما اشتركش يشترك ويفعل خاصية الجرس وتعالوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح البنوك سيظهر لحضراتكو البيان اللي صدر من الجهاز المركزي للتعباعة العامة والإحصى وهو المصدر الرئيسي والأساسي للرقم القياسي للمستهلكين أو لمعدلات التضخم البنك المركزي المصري بيشتقى من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين حاجة اسمها التضخم الأساسي طب ليه بيعمل لنفسه التضخم خاص به؟ ده متبع في العديد من البنوك المركزية على المستوى العالمي زي الاحتياط الفدرالي وغيره من البنوك المركزية بتستبعد بعض السلع اللي بتتعرض بشكل كبير للصدمات بحيث أن المستثمر أو صانع القرار يقدر ياخد قراره بعيدا عن التغيرات الحادة اللي ممكن تحدث في معدلات التضخم فاحنا دلوقتي قدام رقمين الرقم الأول هو الأساس وهو اللي بتاخد منه كل الأرقام وهو الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الرقم الثاني البنك المركزي بيشتقوا من هذا الرقم وبيستبعد بعض الحاجات بيستبعد الفواكه والخضروات وبيستبعد السلع المحددة إداريا الوزن النسبي للفواكه والخضروات تقريبا بيقترب من 9% والوزن النسبي للأسعار المحددة إداريا 19% يعني تقريبا بياخد أوزان 72% تعالوا نستعرض بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحسن بيقول إن ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.4% لشهر مارس 2022 بلغ رقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمال الجمهورية 124 نقطة لشهر مارس 2022 الارتفاع كان 2.4% من 10% عن شهر فبراير لما تسمع الرقم الشهري يعني هو بيقارن بين شهر مارس وشهر فبراير الشهر اللي قبله لكن لو قلنا معدل التضخم على أساس سنوي فاحنا بنقارن شهر مارس 2022 بشهر مارس 2021 طب إيه اللي قدأ إلى الارتفاع التضخم خلال شهر مارس اللي قدأ إلى الارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار مجموعة الحجوب والخبز 11% اللحوم والدواجن 7% الأسماك والمأكلات البحرية 6% الألبان والجبن والبيض 5% الفكهة 4% الزيوت والدهون 2% الدخان 2% مجموعة الرحلات السياحية النظمة تقريبا 33% والوجبات الجاهزة 6% مجموعة الخضروات انخفضت ما يقرب من 3% معدل التضخم السنوي لإجمال الجمهورية يسجل 12% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق بعد كده البيان بيستعرض تغيره الشهري زي ما قلنا شهر مارس بشهر فبراير ودي الأقسام 10 أقسام قسم التعامل المشروبات ارتفع 4.5% وبيضم بقى الحبوب والخبز واللحوم والدواجن زي ما ظهر قدام حضراتكم عشان ما نطولش وقت الحلقة المشروبات والكحليات 2% وجواها التفاصيل الملابس والأحزية عندنا قسم المسكن والمياه الكهربائية والغاز والوقود قسم الأساس والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة وقسم الرعاية الصحية والنقل والمواصلات وقسم الثقافة والترفيه وقسم المطاعم والسلع والخدمات المتنوعة لو بصيب على التغير السنوي يعني بنقارن شهر مارس 2022 بشهر مارس 2021 ده الشكل اللي قدامكم بيظهر ان الثقافة والترفيه 28.6% طعام المشروبات ارتفعت بنسبة 23% وباقي الأقسام نتكلم على 12 قسم يتم قياسه على أساس سنوي قسم الطعام والمشروبات 23% يضم العديد بقى تحته زي الخضروات 28% زيت والدهون 36% وقسم المشروبات الكحولية تقريبا 4% الملابس والأحزية 5% الأساس والتجهيزات والمعدات المنزلية تقريبا 5% الرعاية الصحية 4% وقسم النقل والمواصلات 6.5% التصالات السلكية واللاسلكية أقل من 1% الثقافة والترفيه 29% قسم التعليم 17% وقسم المطاعم والفنادق 11% السلع والخدمات المتنوعة 5% وده شكل بيوريك التغير الشهري والسنوي الفارق بينهم يعني لو لحظنا هللاقي خلال شهر فبراير على أساس شهري ارتفع 2% على أساس سنوي ارتفع 10% وفي شهر مارس على أساس شهري ارتفع 2.4% وعلى أساس سنوي ارتفع 12% ده بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحسن طيب ايه تأثير ده على قرار البنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية اللي هتجتمع يوم 19 مايو القادم تقريبا خمس أسابيع على الاجتماع الاجتماع ده متوقع نتيجة لارتفاع التضخم ده رقم واحد نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ده رقم اثنين نتيجة لأن البنك الفيدرالي بيحرك أسعار الفايدة فنتوقع أن البنك المركزي يحرك أسعار الفايدة ما بين نصف لواحد في المئة البنك المركزي في 21 مارس الماضي رفع أسعار الفايدة واحد في المئة ومن المتوقع خلال الاجتماع القادم أنه يرفعها واحد في المئة طيب البنك المركزي لما بيرفع أسعار الفايدة هل البنون بترفع أسعار الفايدة؟ القرار لكل بنك كل بنك بيدرس تكلفة الأموال عنده بشكلها إزاي وبناء عليه بيقرر رفع أسعار الفايدة أو ما يرفعش أسعار الفايدة يعني لو لقيت ان هو هيخسر مش هيرفع اسعار الفايدة لازم تحقق ارباح عشان خاطر البنك يقدر يستمر وما يحصلوش اي مشاكل بتدرس موضوع تكلفة الاموان وتشوف هل في قدرة ان هي ترفع اسعار الفايدة ولا لا توقعي الشخصي ان البنوك هتحرك اسعار الفايدة ما بين 0.5% لـ 1% يعني ممكن نشوف شهادات 12% لمدة 3 سنية تحريك اسعار الفايدة 0.5% او 1% يكون تأثير مباشرة على ايه؟ تأثير مباشرة على لوعية الاتخارية المتغيرة زي حسابات التوفير زي الشهادات المتغيرة اما الشهادات السبتة فتظل سبتة حتى انتهاء الفترة بتاعتها او تاريخ الاستحقاق وده كان محل سؤال من البعض من حضراتكو بيسأل ان الشهادات اللي هي 18% لو صدرت بعد كده شهادة اقل هل هتأثر على 18%؟ لو انت ربطت الشهادة خلاص مش هتأثر خلال السنة هتاخدت 18% فأي شهادة سبتة طالما حضرتك استثمرت فيها؟ خلاص تظل سبتة حتى انتهاء فضرتها موسيقى في النهاية الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء اعلن عن الرقم انقياسي العام لاسعار المستهلكين او معدلات التضخم ارتفعت 2.4% على اساس شهري ورقم دوه البنك المركزي بيشتق منه التضخم الاساسي اللي بناء عليه بتجتمع لجلة السياسة النقدية وتقرر مصير اسعار الفايدة اللي هيكون يوم 19 مايو توقعي الشخصي ان البنك المركزي يمكن يحرط اسعار الفايدة نصف او واحد في المية نتيجة لعدد من العوامل منها ارتفاع اسعار التضخم ارتفاع اسعار عالميا واتجاه البنوك المركزية ومنها البنك الفدرالي الامريكي الى رفع اسعار الفايدة لو عند حضراتكم اي اراء او تساؤلات اكتبوها لنا في التعليقات تحت نشكركم ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا اصدقاء وفعل غصير الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تبصوا بصة كده على القناة بحيث تدى تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح البنوك طبعا حضراتكم تابعتوا الحرب الاوكرانية الروسية وان روسيا بتدعم الانفصاليين في اوكرانيا في المنطقة الشرقية وبالفعل تدخلت مدى تأثير داع على الاقتصاد حضراتكم شفتوا البورصات طبعا اكتر حاجة بالتأثر هي سوء الاسهم حدث انخفاض في البورصة المصرية تقريبا ارب لستة في المية وبورصات العربية اشتركوا في القناة